بعد قرابة الخمسة أيام من توقف حركة الملاحة الجوية من مطار معتيق الدولي ههي الحركة تعود بشكل طبيعي من وإلى المطار ابتداء من السبت إذا منتقلنا إلى أسباب توقف الرحلات فإن السبب يعود إلى الضرر الذي لحق بالطائرات التابعة لشركة طيران الليبية والإفريقية إضافة إلى البراق والأجنحة البداية بشركة الخطوط الليبية المملوكة للدولة اتعرض من أسطولها للضرر طائرة الإيرباس A330 بإصابة بليغة لم تحددها الإدارة الفنية للشركة وتعد الإيرباس من أغلى الطائرات في أسطول الشركات تقدر قيمتها بحوالي 300 مليون دولار أمريكي أما عن شركة الخطوط الافريقية فتضرر من أسطولها أربع طائرات وهي إيرباس A319 وهي أكثر الطائرات تضرورا وتحديدا في المستوى الأعلى منها بعد سقوط قاذف RPG عليها وجرت بعدئذ إلى مستودع مطار معتية لعدم قدرتها على التحليق الإيرباس A330 بخمس طلقات رصاص في أماكن مختلفة أصيبت هي الأخرى أما الأيرباس A320 تعرضت هي الأخرى لإطلاق رصاص من نوع كلاشنكوف وهي في جهة الرادار للطائرة وعادت للعمل من جديد وأخيرا طائرة الشحن A300 التي تعرضت لإصابات في جسمها بعيرة نارية في أماكن مختلفة ونقلت كل هذه الطائرات إلى مطار ترابلوس العالمي على علو منخفض وبالانتقال إلى شركة طيران البراق التي تضم في أسطولها ثلاث طائرات تضررت منها اثنتان هما بوينغ 800 وتسمى بالغولف وأصيبت في باطن جسمها بعيرة نارية ونقلت إلى مطار ترابلوس العالمي أما البوينغ الـ 500 الخاصة الخاضعة للصيانة في مستودع المطار أصيبت هي الأخرى بعيرة نارية وتحتاج إلى صيانة خارج ليبيا شركة طيران الأجنحة الليبية التي تمتلك في أسطولها طيرات مستأجرة من شركة أو شركة إماراتية لغرض الشراء فقد تعرضت طائرتها لأرباس 309 لإصابة متوسطة بعيرة نارية على مستوى جسمها ونقلت إلى الجمهورية التنسية لغرض الصيانة شركة طيران الأجنحة